الآن صارت معنا بالستوديو زميلتنا ليديا جابريال أهلاً وسهلاً فيك يا رب أهلاً يزيد أهلاً بك أهلاً شف الحمد لله الحمد لله على السلامة الله سلمك يا رب نوارته المطبخ الحمد لله كل حلوة الحمد لله يا سلام يا سلام اليوم يعني عنا صبيتين فخمين مصرية أفردوز مصري مصر وم الدنيا طبعاً زميلتنا ليديا هي مقدم رئيسي في برنامج كلام تاني إحنا بلشنا بقناة رؤية في برنامج حكي تاني ولكن صار فيه نسخة مصرية ونسخة أيضاً عراقية عراقية صحيحيني إذا أنا غلطة آه لا عراقية والسياسي وتينز فاخر آه ومصري وأردني فهو جروب حلو جداً جداً يعني جميل طب شو بيفرق كلام تاني عن حكي تاني هو أول حاجة طبعاً أنه هو بالمصري وأن كل البرزنترز مصريين فبتبقى بجد فيه روح لذيذة جداً يعني بحس أن كل الناس بتحب تسمع الكلام المصري والناس المصريين فأنت بتبقى حرفياً موضوع ممكن يكون فيه شوية جدية بس أنت مبتسم تولي الحلقة آه ومشاء الله عليك من أول مدخلة أنا هلأ لسا كنت عم بحكي بالفاصل يا الله شأنه الشعب المصري فخم ربنا يخليك دائماً فيه طاقة حلوة فينا غاشة آه وإحنا كلياتنا بالوطن العربي شهدتنا مجروحة بمصر وبثقافة مصر ربنا يخليك كبرنا وربينا على كل المحتوى المصري حتى ما بدي أحدد طيب اليوم هل مضمون كلام تاني بيختلف عن حكي تاني؟ يعني بتحكوا عن مواضيع بتخص مصر؟ أنا بصراحة للأسف لحدها لم أعبر حذرت قدريني لا يجب أن تشاهده يوم الأحد ساعة عشر ونص بالليل يوم الأحد كل يوم حد ساعة عشر ونص بالليل وطبعا بيطلع على رؤية بودكاست يوتيوب وتسمعه على رؤية ويفز هو اللازيز فيه انت عارف إحنا مئة مليون فعندنا كل يوم مش ترند واحد مئة وخمسين ترند أكيد فإحنا بنتكلم عن ترندات اللي بجدة هتهمك تسمعها أوكي يعني أكيد أكيد اللي بيتفرق ده سواء كبير صغير شاب متعلم مش متعلم مهتم بالفن أو غيره هيلاقي موضوع هيهمه أوكي وحلاوت بقى البرنامج واختلافه شوية عن أي حد تاني إن إحنا الأرباع المقدمين ولازم أقدم التحية الزميلي يعني محمد حمدي وبهاء ناوي وهيا عبدالغني وأنا كل حد فينا مختلف 200 في المية عن الباقي أوكي يعني أنا ليا كالتشر مختلفة وجاية من بلد مختلفة وليا طريق التفكير وكل حد مختلف عن التاني أوكي فلما بتطرح الموضوع بجد هتبقى قاعد مع حد تقول أو أنا رأيه مع ليديا أو لا لا ليديا تقول غلط أنا مع هيا مثلا فبيبقى بجد كومبنيشن لذيذة بتحس بجد أن الموضوع تبصله من جهات مختلفة كثير طب اليوم ليديا بتعرف إحنا بال2023 وبعصر بالثورة الرخمية وكل شيء موجود على التليفون وعلى السمارتفون ولما نيكي إنه البرنامج عم بكون كل يوم أحد فبجوز في كتير إشياء سارت بالأسبوع إحنا شايفينها وعارفينها طبع فنحضر كلام تاني ليه أنت في كلام تاني اللي قلت لك علي أنت بتسمع وجهة نظر مختلفة تماما أوكي يعني مثلاً لما يطرح موضوع بجد أنا لي وجهة نظر غير فبتطرحوا موضعك أو بتحكوا بقراءكم الشخصية بالضبط أنا رأيي الشخصي طلع بيه وبناء على حاجات إكسبرينس أنا عشتها في حياتي يعني مثلاً إحنا حكينا عن التجوز أوكيي فهما التلاتة بريزينترز اللي معي سنجل وأنا الوحيدة المتجوزة فأنا الوحيدة المتجوزة فكان بجد الموضوع وإحنا بنتكلم مثلاً هاية عطفية أوي فتقول أنا عمري ما هتجوز غير عن حب عمري فاهم محمد حمدي عائل أوي أوي بقى العقل السليم يقولك إن الإختيار الصحيح هو اللي ما عرفش إيه وبيعمل إيه فاهم بهاء الصغير اللي فينا الصغنون خالص لا على فكرة الحب مهمة أوي بس كمان العقل لي لازمة أنا قعدت بقى وحطيت رجل على رجل أيوة من خبرتي يا جماعة حب أقولكو إن الإختيار سماء صالونات أو عن حب أو غيره لازم عن العقل وعن القلب أكيد فابتدينا نتناقش في دمع بعض إنه لأ غيري شايف لأ طبعاً ما فيش حاجة اسمها عقل في الحب مثلاً وحد تاني لأ شايف إنه هو الحب وإلا بلاش خالص جواز فلي بيقى لازيز إنك بجد واجهات نظر مختلفة جداً 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 فأنت أكيد أكيد هتحب حد من الأربعة يعني شوف غادا شو رأيك إنتي بالموضوع طيب لأنه الموضوع يعني بخص مصر خليني نحكي إنه وإنتي استضافوك بالبرنامج طبعاً إحنا تشرفنا جداً جداً بحلقة تشوف غادا يعني عملاقي الإصلاف كانت لازيز ودمه خفيف وروحه حلوة وكذا حلوة آه طبعاً لازيز جداً روحه حلوة فيه روح كده لازيزة رهيب رهيب ويمكن ده اللي بيميزه أكتر يعني إنه بجد إحنا مش متكلفين يعني هو حلاوة البرنامج أو البودكاست إنه مش سكريبتد صح إنت بس في موضوع وإنت سامع عنه وعارف لأنك في الشارع طول الوقت فأنت بتطلع بقى تقول شخصيتك في الموضوع وممكن تلاقيينها فجأة احتدينة على بعض اللي لا 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 بقول لك إيه أنا رأيي كذا أحسن آه كان هايمسكوا ببعض آه آه أو قايت يعني جديش صعب ليديا والليوم إحنا يعني أنتي وشيف غادة وأنا كمان مدعين بخناة روح جديش صعب مرات برضو أنه الواحد يعطي رأيه الشخصي بس برضو في إطار وحدود معينة طبعاً سهل ممتنع الواحد يكون طبيعي ويعطي رأيه الشخصي صح؟ طبعاً إحنا دي قلناها يمكن في أول أو تاني حلقة إن الإعلام أهم حاجة يوصل للناس إن ده رأيي أنا الشخصي فهو إنت طالع تتكلم تخلي بالك كويس جداً إن اللي بيسمعك ده قد يكون أنت مرجع الوحيد صح هو يمكن ما عندهش باجراوند غير اللي هو بيسمعه منك صح فلازم تخلي بالك كويس جداً إن كلامك يكون في محله صح ما تضطرش إن أنت توجه الناس للتجاه إنت مش عايزه يوصل مش صح إنه هو يوصل هناك فلا طبعاً هو بيبقى مهم جداً مع إننا بنتكلم في حياتنا شخصية أو رأينا الشخصي أو الإكسبرينس الطبعية بتاعتنا بس لأ لازم نقول الصح يعني أوقات ناس تقول مننا إيه الهجرة ومش الهجرة وبتاع فنقول مع إن ناس كتير بتحب ده بس يا جماعة إحنا شايفين إن الصح كذا حتى لو مش كلنا قدر يحقق ده بس إحنا بنوجهكو يا جماعة للأحسن والصح لأن ده دور الإعلام في الآخر طبعاً وده أهم حاجة وفي الآخر إنت حد تحت منصة رؤية اللي هي يعني من أكبر أكبر القنوات في الشرق الأوسط فما فهاش خالص خالص تطلع تقول أي حاجة هباء أنا بنفكر في الهجرة 150 مرة قبل ونطلع نقوله يعني حلو وبتحكم مع بعض قبل الحلقة ما تطلعه بتعمله زي رهيشل مثلاً بقى وكذا بالضبط إحنا بنبقى أصلاً الموضوع مش هو مجبر يعني مجبرين عليه أو حاجة إحنا بنتناقش فيه مع بعض ولما نلاقي بجد الموضوع هيطلع حاجة مفيدة ليك هنحكي فيه لك ممكن يبقى موضوع بجد مثير وبجد ترند دلوقتي بس ما فيش حاجة معلومة أنت كمشاهد مستفدتش حاجة أوكي وأنتو بالحياة البر خلف الشاشة أصدقاء المذيعين أوه يعني علاقتنا كويسة ببعض بس أنت عارف يعني الحياة تشغل والحاجات كده بس أوه لا يعني هو الأن بقولك الروح لذيذة أريد أن أسأله شوء فضاليا أنت سفرت إيطاليا صح؟ أوه أسمعت أنك سفرت إيطاليا أيوه أريد أن أعرف رأيك في الأكل هناك يعني من كل احترامي بطراحة أنا أنا رأيه ولا إيه لا بالله والله كني صريحة يا لدي أوه بس أنا أقول لك يعني بس إحنا في مصر عندنا يا جماعة أكيد كلكم عارفين الباستا دي يا جماعة حاجة في وسط الصفرة فاهم؟ أوك يعني ما يفشأ أدخل المطعم أقوله أعيزة باستا وخلاص آه مش حاجة أسمع كده أنا لما دخلت في إيطاليا فأقوله باستا فأقام جايب لي طبق كده يمكن أصغر شوية أوكي وباستا وصاص أحمر وتعشت على كده خلاص ودفعنا مبلغ فلا واحدة بس كده بس كده حرفيا إحنا في مصر بقى لما تأكل باستا أو تطلب باستا تلاقي طبق الباستا قد كده ومعا شوية سلطة وجبه سراخ مثلا ولا لحمة ولا حاجة يا كده يا بلاش يعني يا كده الأكل يا بلاش هناك مثلا البيتزا بالسلايس أيوة أعمل بها إيه حضرتك؟ صحيح اشرح لي إحنا بالحب هون بنطلب ليه؟ صح؟ ليه لا إحنا في مصر عندنا وصلا هيا بيتزايا قد كده وتقول لأ مش كفاية عايزة زود كمان فهم هناك شفاية خفاف في الأكل يعني محتاجين يتعلموا إننا الكرم الشديد شايف إحنا عندنا كم كم طبق محتوط لا لازم أكل دسم عندنا في مصر جدا يعني طيب أحكيلي البرنامج إحنا حكينا عم بطلع كل يوم كل يوم حد ساعة ونص بالليل على التلفزيون بس تقدر تشوفه لأن انت عارف دلوقتي الدجتل يعني اختلف جدا فبيبقى مش دايما انت ساعة ونص فاضي بيقدروا يتخرع بلاتفوم رؤيا و... ويشوفونا على رؤيا بودكاست يوتيوب طيب إحنا اليوم شو الخميس الخميس إمتى أنتو بتسجل الحلقة نوعا معها؟ يعني خلال الأسبوع حسب خلال الأسبوع حسب إيش في هكي ترند قوي أو ترندين مثلا بقى بيحصلوا بمصر متذكري إيشي؟ أصدك الأسبوع ده؟ أصدك الأسبوع ده؟ بس في مصر ولا في الدنيا؟ نحنا نتكلم بس على مصر يعني إحنا دائما بيكون أهم حاجة هي الحاجات اللي أصدنا بقولك مئة مليون عندنا مئة وخمسين ترند هنلموهم كلهم في حلقة إزاي؟ حاجة لفتت انتباهك كده ولا كده؟ كان الأسبوع ده حكوا على موضوع عتزال للفنان عيد الإمام وحسينا أن دي حجب واعتزل؟ يعني معناش خبر أساسي أو صريح من العيلة عنده أن هو اعتزل أو لأ بس تكلمنا في أنه معايك أنك عايز تطلع بترند أنت سواء أنت منصة أو لأ بس حرام طعد تقول كلام إنه أصله اعتزل علشان راجل عجوز اعتزل علشان معادش فيه سكريبت عاجبه حرام يعني خلي الإعلام شوية بقليه لزمة أكتر وأن أنت طالع تقول كلمة مفيدة غيرك هيسمعها لكن عمال تقول لي اعتزل طب فكر كده عائلته بتفكر إزاي لما كل الناس تمشي تقول آآآ خلاص اعتزل بتلاحظي ليديا وبرضو شيف غادا مش بس مصر بتحسي بآخر فترة كتير عم بكون المجتمعات بشكل عم ما بدنا نعمم طبعاً ولكن في جزء كبير من الأشخاص مهتمين كتير بتفاصيل حياة المشهورين هذا تطلق هذا تجوز بتحسي كتير ناس مهتمة بهاي الموضيع طول عمره طول عمره اذا اصلا شوف مثلاً 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 الليدي دايانا و اوه اوه ها من الكافرات زي اللي كانوا بيجروا وراه فمن زمان ودايماً هو هو جاكلين اونسس والناس دول كلهم الكتير فهو دايماً كده هو بقى له فترة بس هو ترند الايام دي انك تلاقي تشانيل كاملة مثلاً على يوتيوب بنعرض حياتنا الشخصية يعني احنا النهاردة فكرنا كذا ورحدينا لو فيه حد بيتفرج على الناس دول وبيتفعلهم فلوس عشان يطلعوا حياتهم الشخصية اوه فيه ناس بيتفرجوا مايعملوش كده ليه مايعملو كده لانهم شايفين استجابة من بالذب؟ من اللي حواليه صحيح ده فيه ناس مليينه من ورا انهم طلعين حياتهم الشخصية صح بالذبط بذبط نورتينا شكراً انا مبسوطة جداً ان كنت معاكم نظر ده كان احلاكي على الشاشة ورا الشاشة برضه شكراً لكن ستتفرجوا انا اراه اشياء على السوشيال ميديا سراحة مقاطع سريع بس بمنحن سوف نحضر كامل سوف نحضر كامل ان شاء الله تحية كبيرة للك كل فريقة كلام تاني اعداداً ومقدمين نرجع نذكر بس لكل الذين يحضرون يوم الاحد اسع عشر ونص بالليل على الفيزيون او يسمعون على رؤية ويفز اي وقت او على رؤية بودكاست على اليوتيوب اشته شكراً شكراً انو ورتينا شكراً لك